بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا ومحمد حبيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصح وعافية يا رب حبيباتي الغاليات كنت قدرت لكم فيديوهاتك بزاف على بيت الخزين وشرحت بيت الخزين وكيفاش درو بيت الخزين ولكن هنا غدي نعطيه بشرح أدق يعني هنا يا شرح أدق بطريقة بسيطة وبحالش يعني الناس ما عندهاش فكرة ما عرفاش كيفاش بده بيت الخزين ما عرفاش بحالش تدير غرفة المؤن أو بيت العولة كيقولوا للجزيريين بيت الخزين الباصل كنخزنه فيها الأكل ستوكاج ديال الأكل يعني الطعام مواد ديال الضر المهم هنا غدي نبدو ده بحالش غدي نعرفو شنو اللي كنحتاجوله أولا حبيباتي الغاليات اللي عندهم الدفتر الأزرق قلت لي وحدة الدفتر بحال ديال القدافي الله يرحمو الأخضر هو عنده الكتاب الأخضر أنا عندي الدفتر الأزرق هو الكتاب الأزرق المهم الدفتر اللي عندها الدفتر الأزرق وكتسجل المواد ما تحتاجيش يعني تكتريل قادي تمشي لهذاك الدفتر وغادي تشوفي شحال كتستهلكي ديال الصابون للشهر ديال المعن صابون الماكينة على فكرة سولتني واحد اللي بنت قلت ليه شحال ديال صابون الماكينة كيفاش غدي نقطاس صابون الماكينة ليكيد أنا ما كانستعملو ما عمرني استعملتو استعملتو يمكن مراجوج هكك صفي ما جانيش اقتصادي نهائيا لهذا حبيباتي الغليات صابون الماكينة ليكيد ما نقدر نفيدكم شوفوا الحاجة اللي نعرف لها وعندي في تجربة كنقول لكم عارف لها الحاجة اللي ما كان عارف لكم ما عارف لها يعني البنات اللي يقتصدوا فيه وعرفوا بحرش يقتصدوا يكتبوا لها في هاد الفيديو اللي سمعت هاد الفيديو غدي تلقى الكومنتر ديالها عندكم البنات اللي عندهم تجربة في الصابون الماكينة ليكيد غدي نرجع اللي عندها الدفتر الازرق عارفة شحل كتستهلك ديال صابون الماكينة للشهر صابون الماعل للشهر الشامبوين للشهر جيل دوش للشهر شحل كتستهلكي غدي تمشي لهادك الدفتر كتشوفي فينتا فتحتي القرعة ديالشامبوين فينتا تقادت إلا تقادت لك في النص ديال الشهر يعني خاصتك جوش في الشهر تقادت لك في سيمان اللولى خاصتك ربعا في الشهر يعني كل أربعا للأسابيع تقادت لك في عشر أيام خاصتك ثلاثة تقادت لك في عشرين يوم يعني كتدي قرعة ديال البوطة شحل كتديك في الشهر انتا فتحتيها انتا تقادت لقرعة ديال الفران شحل كتديك في الشهر ديال الغاز الغاز ديال الدوش شحل كيديك الشهر شهرين تلت شهر الغاز ديال الدوش كيتعاطر هو ديال الفران صابون ليدين شحال كيف يبقى عندك شحال ديالقاب يجينك جبتي للدار في انت فتحتي الباكية فيها ستعاش غط تسجلي امت فتحتيها و امت تسقادت سهل الامالية هاد الامالية غيدروها السيدات اللي بغى يديروا الدار و يديروا ابرتمان يحدى البحار و يديروا دار يكروها و يديروا السيارة و يقروا لدهم و يعيشوا باخير و النهار اللي ش تجيهم لغوت غيت غي يعيشوا باخير يدير حتي الامالية و يديرو العراقيل و ما بغوش فغو ما جيهم سهلة بردة ره ما ما غادش يديروها مغاي يسجلوش و غايجيهم هاي شي غير bubble todo و غايجيهمو غير ضيع الوقت و و ره ما غاي يديرو احد اشي الحاجو غاي يبقوا يا في لكرا too يا واحد ناهر غادي يندموه على هادك شي كان هادشي غنجولكم بكل صراح يعني و هدك السجلتي سجلتي رة السجلتي الا غدا قريطتي الا قريطتي الا غدا قريطي tenga هذا الشيء الذي كان علمك الهره سكره لا تريد أن أعطيني الفائض الذي يشغط لك الفلس في البسطان و لا تريد أن أعطيهم الى البنات اللي معنا في القناة ولا زجيرانك ولا إليك أنت جيرانك يضحكوا عليك هنا من اللي قد قلنا جبن الباكية الستعشر قطعات البابيجينيك ورق الحمام أكرمكم الله وفتحتها يوم خمسة في الشهر وسألت لك يوم عشرين في الشهر يعني بقيت عندك خمسة عشر يوم هنا غادي تعرفي غادي تفتحي الأخرى يعني انتي خاصك ستة وثلاثين 16 و 16 و 32 هدف في الشهر يعني مثلاً عندك للتربية شحال اللي يكوش كيدوه وهنا على فكرة اللي يكوش ما تتحاولوش تقتصدو فيهم لماذا؟ لأنك تقتصدو فيهم الى ولدك ولك يوقف ويمشي وعلميه والحال سخونية ولكن إلا كانت تربية صغيرة وهذا والبرد وخاق عما كانت تربية صغيرة وقتاً ما عمر ليكوش يدهلو يعني خاصك الأقل على الأقل أربعاد ليكوش في النعر يعني ما تحاوليش تقول يا غادي نقطا صفلي كوش ودري صغير ودري له شي ميكروب ولا شي حاجة فهمتوني؟ هنا نكونوا متفاهمين شحال ديال الزيت كي يديك للشهر؟ الزيت إلا بغينا نعرفه شحال كي يدينا ما غاديش تجيبي إيترو وتبقي تدري منه في المسمان تدري منه في الملاوية تدري منه في الطاجين تقلي منه الحوت لا هناك تجيبي الزيت كتفرقه جبتي بيدو ديال جوج إيترو قسمي على جوج قراءة إيترو إيترو كتبي على هذا ديال الطب غير لطواجن القميلة ديالك الكسكسو فهمتين وكتبي على واحد احنا كنهضروا دباءة زيت الماء إذا غادي نجول زيت الزيتون وإيترو أوخر كتبي عليه للمخبوزات مثلا بيتصاوي الحرشعة بيتصاوي الملاوي بيتصاوي كيكا بيتصاوي بمسيمنة المهم أي حاجة تصاوي بها من غير الأكل بباش أعرفيش حال كيدك لأنك جدي الطيابي اليوميين غادي الطييب الغداة لعشا لغداة لعشا هادك ديال الحلويات يمكن تصاوي بها مرة في الأسبوع يمكن تصاوي بها 3 المرات في الأسبوع هش يمكن تصاوي بلي ديك الشهر كامل واحد الأسبوع يعني هنا يدك شيء خاصة من فرقه راه هاكا نقول لكم تحديد تحديد الأشياء تحديد الأهداف تحديد تنظيم الأشياء تحديد هي تحدي هذا هنا و ايضا تمشيه قبل التسلسل عنه هذه العطرية ايضا عطرية تعلمين ما تجيب منها و تقتصدي فيها و تصوي بها العطرية و يستحسن حتى تنقيها في الدار و تنقيها و تدينها و توقفي عندها و تجيبها العطرية ايضا عشترين درهم في الشهر و تليتين درهم و ايضا مية درهم قادمين تديني تلت شهر نجيب العطرية كاملة و نطحنها و نديرها فيلم و جميد و نقنز القياس منها باش تبقى الريحة و تبقى الاغوم ديالها و دك شي واش كان نجيب بغير عشرة الدرام و كتديني شهر كامل الملحة شحل كتديني و انا شايفها شايف تكنتيا و شايف تكنتيا و شايف تكنتيا كدقل بولي يحتلم الحاوالي على زياد 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 نخرج مع هذه الفيديوه صح في زياد زياد للا غير بقيت تعلمي راها كان علمك باش تدري ضارك ما تقول يا ده بلنا عندي ضارش بضارة و صافي ملاها كبير ربي كبير و النعم بالله ولكن راه الله سبحانه و تعالى خلقنا فوق هاتلكون اعطانا واحد العقل نفكروا به و كيقول قالها الله سبحانه و تفقر حبيبتي الغليات مشيت للجوجل و قلب حتى على الآية اللي كتقول فلا تتفكرون هي من الآية خمسين من صورة الأنعام قل هل يستوي الأعمى و البصير و أفلا تتفكرون يعني هل الإنسان خلق سعطاه الله عقل باش يفكر لهذا الإنسان راه خلق سيفكر في كل حاجة شات قدامه سمحوا لي يا قلت لكم قبل راس بيت ولكن جوجل الحمد لله راه كيورينا كل شي بتاعش المهم راه كيسوه لنا الله في القرآن كيقول ناوش ما كتفكروش فكرو يعني تفكري في كل شي مش هي أي حاجة حتى القرآن دبره حتى في يجي واحد يقول لك شي حادث البنات لك يقول لي يا لا ما خصكش يخرج عليك من الدين خليك في الاقتصاد الدين راه ديني و دينك و دينك و دينك محاقي أنا نقش أي شي حاجة من غير القرآن القرآن باحه ما نقشه ولكن الأحاديث خصين نشوف واش صحيحة واش ماشي صحيحة واش كددخل العقل واش ما كددخل العقل لا تقولوا لي ايش اللد خليك من الدين عليش ماشي ديني هادك انا ماشي جاي يمشي بلاصة اخرى سوف نرجعو دابل الاقتصاد نمشو دابل حبيباتي الغليات من اللي يكون عندك هالدفطر الازرق وعرفتي شحال كي يديك من هاد الاشياء في الشهر نجول الطحين هاد الشهر جبت 5 كيلو الشهر اللوخر جبت 10 كيلو لاني درت بزد المخبوزات هذا كان العيد درت الحلوة اش كتديري كتعرفي الشهر العيد سجليها في وحد الورقة العيد خستني الشهر اللي فيه الاعياد رمضان وهذا هالك يديدي ديال الطحين تكوني عارفة للملو Rhete غادي تمشي غادي تجيب نهار ما شهت جيبي 1 كيلو 3 كيلو 5 كيلو لا اش غادي ديني ديال الطحين للشهر في رمضان واش غادي ديني ديال الطحين في الشهر اللي فيه العيد المخبوزة لاني غادي التصحيب حيو الحلويCK оф Eller PHY مصي غادي ديني forcément الشهر البقية الاشهر الثانية المخبوزات في الدار و ليداتنا كان صاوبوا الكيكات كان صاوبوا دوازاتي كان ارخيص كنحطوها عندنا في الدار يجانا شي واحد حتى و ليداتنا و الروسنا و كان عجمو خبزنا طيب يطاعت الخبز كنديروا فطورنا يعني حانوتي في داري ما كانشرو حتى شي حاجة من الزنقرة هي لك انتو مشمورات و حادقات و شاطرات غدي تخصكم ديروا كل شي في الدار إلا إذا انت عيانة أو موظفة ما قداش يعني ما عندكش الوقت او يلا نفسه و ما قداش صحتك واحدة كان عدرك او كتو حمي مريضة كان عدرك ولكن تبارك الله قلسة هداك الوقت اللي غضي يعني او دعجني غطيها واجهي قرصيها ديريها بطبوطات ديريها نسيم منات ديريها اللي بغيتي او خلطي كيكات و حطيهم محطي بردوق قسميهم و ديريهم في المجميل ما اللي تبغيهم كتخرجيهم حطيهم حي دعليهم البلاستيك رماليهم واحد المنديل واحد شوية غتلقيهم بحالي لا يلا صاوبتيها حرشة بسبوسة اي حاجة درتيها غروس اي حاجة و على فكرة دائما كنقولها لكم المخبوزات وحدهم اللي كتقدري والحلويات تقدري تخرجيها من المجميل تترجعها لهم ما كترالي هونو الا الاشياء الاخرى الحمد جاج الماكلة تطيبوضة كشير خرجيها من المجميل تترجعها ولكن الا يقام طيبتها وتترجعها اما المخبوزات حطيتيها وما تكلت لك فيها ودخليها من المجميل هنا حبيباتي عنا الدفتر الازرق عرفناش حلكن ستلكو قد تقول لي يا خالتي خادجة كرهتين فى الدفتر الازرق كرهتين فى الدفتر الازرق كرهتين فى صبو الماء نحسبوه كرهتين ورا غادي نبقى معاكم 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 نكرر ونكرر ونكرر تصفي تكونوا مقرصات وراه قلت لكم فى ذاك الفيديو وبكيتوني لانكم قلتوا كلامي بكاكم قلت لكم الى متى ترحموا عليها لماذا قلت لكم هذه الكلمة باش يبقى هادي الفيديوهات تقولوا لا خصنا رجعوا لهم وخانا ما كينا فوق هادي القرى الارضية وخانا شيت تحت ربخ أعظامي تكالوا رجعوا لهذا الفيديوهات الى بقى باقي اليوتيوب وباقيين كاينين رجعوا ليهم وخلوهم وعطوهم لولادكم وعطوهم لبناتكم وعطوهم لعريصاتكم لانها زمان قرصني وما بغيتكم تقرصوا البنات والله العظيم اللي بغيتكم نشوفكم تكونوا احسن مني كاملات لان قلبي بيض بغيتكم كاملات توصلوا تكونوا احسن مني والله ان شاء الله يحقق لي ولكم جميع الامنيات الصالحة والاحلام الصالحة ويوصلنا مع الاهداف ديانه الطموحات ديانه لهذا حبيباتي كرحتكم في الدفتر الازرق كرحتكم صابل الماعين في هدف 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 هذا الورقة غير ديان القحين هدى ديالشهره هدى ديالرامضان هدى ديال ديالرامضان هدى ديالة ولا شط لك الروز دقيق أي شيء المجمد غير شرط كتب عليها لكي لا تجلب شيئا من المجمد وتتقاب وتطيح تمام وتبقى مرمية وتكون عندك سيري المجمد شوفي ما فيه تنسي من خطرات التاج تنظفي وترميه لا قلبي المجمد لا يوجد خبز لكي لا يوجد خبز لكي لا يوجد خبز ارى كل حظ لحم او غير قليل نظمه و هي نهار غير تنظم عندك قلبي ما تكون البلبولة و هي شفن المجمد المجمد مجمد خلطي فزقيه بالمدافئ وخليه وعجنيه خبز كي ازويه للمسرع ما تضيعيه او دينيه في الخبز ديالك او دير المهم ما علينا شا رجعوه غادي نرجعوه لقناء صافي عرفناش حال كي يديني من كل حاجه من لي عرفتنا ش حال كي يديني من حاجه بالله نقول لكم عرفتش حال كي يديني جزيط للشهر ما بين الحلويات ما بين القليم ما بين ضياب يعني كي تديني قولت لا تيترو مثلا يعني ستيترو ها شهرين عندي في بيت الخزين يلا حط ستيترو بيت الخزين ها وعندي شهرين نسيها 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 فاطمة ونعيمة وحسنة وزهور وفاطمة الظهرة وبشرة وغزلان قال البنات اللي عندي في القناة تنسوا وحطوا هذيك ستيترو في اسميتو كي نلغي يديها جزيط للشهر ديلي لها ستيترو تلت شهر هال كي يديني ديال اتيف الشهر سيري هانتي عرفتك كي يديك مثلا جزيط كيلو ديال اتيف الشهر ديلي 20 جزيط كيلو وحطيها في بيت الخزين هاد الشهر بحال حكا كندر بيت الخزين ولكن انا غدي مشي محقا بطريقة ندبا ورية البنات راه اللي عندها الدفتر الازرق راه تمشي غالها الطريقة وتعرف اشنو غدي تبدأ وبحالش البداية ديال بيت الخزين بحالش تبدأها وهي الحاجة اللي كتب قصالحة الوحد المدة طويلة هاد الحاجة اللي بقي عندي كتب قصالحة هي اللي اللي نحط بيت الخزين السكارة الملح الدقيق صابو اللي ماشي الدقيق عفوا زيت صابو اللي مان شامبون جيل دوش المحكات الكرات اللي لقيت كرات بروموسيون شدو نحطوه باش لترس كرات لقى الكرات عندي البالا حاشا كومديال الزبل ندير من ناحتي هي واحد ضوبل نخليه بيت الخزين بيت الخزين راها كيقدري هز بزوف راها بحال كرش الغولة راس قدري تدري في حتى الكيس الحمام دير في الكوتون تيج راح شتونه يعني دير الكوردان دير العطورات دير معطيرات البيت دير كل شي فيه الحجار ديال تيلي كوموند الحجار ديال السخان ما ما بيت نقول شوفه خفت نغلط فيه اسميتو ديال السخان ديال دوش هذا المقانة ديال البوطة اللي اخسرت لي المقانة لقى مقانة عندي دوش الشلدة ديال البوطة قاع لي كي يختار على بالك وما كي يضيع كدري في بيت الخزين إلا الطحين نديره من القياس علاش كي يدير عندنا كي يدير ذاك ذاك الفراشة الصغيرة فهمتو؟ فهمتو؟ الروس هذا ولكني لا بقى لي الروس هذا وعندي البلاصف المجمد نديره سوف نمشي معكم دابة بطريقة أخرى بحلاش تديرو بيت الخزين حيبتي الغاليات في المجتمع الاستهلاكي اللي كنعيشو فيه كثير من الناس يقول لك ماذا يريدون أن يتلخزون فكرة يتلخزون شئ حاجة غريبة ولماذا نديرو؟ لماذا؟ وقريب مني ستوبر مارشي وراء هذا الشيء اللي بغوا الصحاب الرسمالية راء هذا الشيء اللي بغوا كتديري بغوا كلا لما يكون عندك والو في الدار لكي تخرجي لعود ما تصرفي عشرة درهم قد تصرفي مئة درهم عود ما تصرفي مئة درهم قد تصرفي ثلث مئة درهم لماذا؟ هزل الفلوس معك ستشري انا ستشري انا اول وحدة قالت لكم بعد الغربية ولكن اول عربية دخلت لكم للانترنت قالت لكم لا تخرجي للسوق إلا وانتي شبعانا وما تديش معك رفقة من والا للسوق لماذا تقطع عليك؟ وما تديش معك الدراري وانتي غادية تسوقي للطرد الدراري إلا بغتي تشري لهم شي حاجة وتكون انتي اللي مسيطرة باش ما يسيطروا شعليك من يوصلوا 12-14 عام يقول له يقول لك لا للا حطي لي ايانا 5000 درام عد حيبتي الغاليات اولا قبل ما نعطيكم هنا يراها تشيكوكا يسلم عليكم محطيت لكم غير الصورة صورة محطوها تماما لماذا حطيتها؟ غطت لي تقاشري كنت تقاشري حطها من فوق الطبلة يعني دير كاموفلاج الثاني حاجة نعتذر لكم حيبتي الغاليات هنا نصيحة رقم واحد شكولي حطت هذه النصيحة حطوها جوج اشخاص واحد قديم الزمان في 1800 وشي حاجة واحد في القرن العشرين ما بين القرن 19-20 هذا آدم سميث ما بين 1700 وميلتون فريدمان هو اللي في القرن 19 والقرن عشرين حطو النصيحة رقم واحد قال لك شوفوا أنا كنقول لكم شدوا الدفتار دفتار أنا سميته الدفتار الأزرق وسجلوا فيها هما هاد الخبراء ديال الاقتصاد قالوا خاص الواحد يدخل المطبخ يدير الوجبة دياله ويبغير لأي شي حاجة ناولها في المطبخ يمشي يسجلها إلا بغير يدير واحد البيت ديال الخزين إلا بغير يدير واحد الغرفة ديال المؤن إلا بغير يدير واحد مخزون ديال ديال المستهلة الأشياء اللي يستهلك فده كيف يدخل المطبخ ما صباح يصاب كاوتو كيف يستعمل القهوة يكتبها الحليب يكتبه السكر يكتبه سلم معا السابون هذا انا جيت العكس ويجبني المفروض انا لو كنت معهم في مباراة انا غدين فوز عليهم لماذا؟ لاني انا حطيت الدفتر قلت مادرتش فيها ندخلك النهار مقا نسجلها قلت اي حاجة فتحتها نسجلها لماذا؟ لاني الحاجة اللي كان فتحوها فهمتو كتبه ستستهلكي منها وشوفوا ما بين هذا النظريا ديالهم والنظريا ديالي وانا نقول انا 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 اشترها لماذا انا كان بزلت البناتكي يقولي شنو كتبت تستعملي الوجاك وهذا؟ كان نضحك من الخطرات كان ديال بحال الرياض صغيرة فهمتو ما عمرني لداخل ديالي ماشي كبير ماشي شارف بحال الخارج ديالي البنية حبيباتي هي الفلسفة ديالهم في الاقتصاد قالك تدخل المطبخ تدخل الحمام تسجل اشياء استعملتي دخلتي غرفة نوم كل الاشياء اللي غت تشريها ماشي الاثاث ماشي لكتستهلك يوميا معجول اسنان هكا ورق الحمام تسجل 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 هنا فش هما قالوا تسجلوا لا اعطوه الكيمياء اللي غادي تتقدى قالك غادي تمشي و تجيب واحد الكيمياء من هذك الاشياء اللي أنا من اللي كتعرف تسجل انا قلت لكم من اللي غادي تسجل ملتون فريدمان و ادم سميث هما اللي تتفرج في الفيلم على آدم سميث في نظريه و ملتون فريدمان و ادم سميث قررت له غير مختطفات صغير او مقتطفات معرفت تسميتهم العبية المهم دي بتي غيزيومي صغر اللي قررت له ولكن وجه شي واحد مراعم قلحته هو يدير الدفتار او هكا يسجل يوميا شنفتاح و شننتاها وهذا وهذا ما عرفتوا لكن المهم انا فايزة يلا يلا ديروا لي واحد تاج دي الفوز هنا حيبتي هاد الخبراء دي الاقتصاد شنو كيقولو كيقولو من اللي تسجل المواد الاستهلاكية اليومية او اللي كتحتاجها مرة في الاسبوع او مرة في المهم الغيداء كل اللي احنا كنقولو المواد دي الهري اللي كان نصلو بي و اللي كان نقو بي الدار دينا وهذا من اللي تسجلها بدا شري الاشياء اللي كتحتاج تخزنها بدون تبريد هنا هما اول حاجة كيقولوك دير الحاجات اللي تخزنها بدون تبريد هما هنا يا علش بنين هاد النظرية هما هاد النظرية اللي بنوها لانو احنا العرب احنا الاسلام هو السباق في بيت الخزين الاسلام هو اول من ماشي الاسلام يعني من من عهد بني اسرائيل كين بيت الخزين ولكن عند الغرب ما كانش قديمة كانوا كيدروا لي كونسيرف كيف فقط البرد كيكون عندهم الاشياء اللي في الصيف مثلا كيغرسوها وهذا كيصابوا بحل مربا بحل بعض الاشياء العاصيرات اللي حم كيجفوه الحوت كيدخنوه بحل كيدروا ده في موريتانيا الحوت كي يبسوه هذا والصحراء كانوا كيجففوا اللحم والمهم ولكن الاحنا كيلا جيتش تشوفوا التاريخ والاثار ديال بيوت الخزين كتلقوه عند الامازيغ وكتلقوه عند قدماء عند الفراعينة وعند بزافية ولكن هما هنا علش هاد قلت لكم ارجعت لكم هاد الخبراء ديال الاقتصاد علش بنوه هاد بيتلخزين او هاد الغرف ديال المؤنة او تخزين الغذاء الحرب هما كانوا كيهضروه على النظرية لما ينسان شنو كيخزن الاشياء اللي تكون عنده في الدار في حال جات كاريتان او حروب او شي حاجة منها بدأت عندهم ولو كيدروا فليه كاف القبو اللي كيكون تحت الدار كيدروا فيه منتما بدأ عندهم بيتلخزين ولو كيحطوه في الموجميد ولو كيدروا كيدروا حتى ولا عند الغرب بيتلخزين وغرفة المؤنة كبيرة ولات عندهم عند الغربيين الناس القدام هاد الجيل هاد الشي الصغير ديالهم قليل يتلقيها دائرة فيه ولكن بلجيكا با عندهم عادة ضروري يكون عندهم بيتلخزين عندهم بلجيكا المانيا لوكسنبور هادو معروف ويطاليان معروفين ببيتلخزين دول سكندنافيا ما عنديش عليها مثقافة كثيرة المهم قالك تدير الاشياء تخزن الاشياء اللي انت سجلت وعرفت تحتاج لها ديال اللي ما تحتاج تبريد فهمت؟ وتكون لها مدة صلاحية تفوت شهر ملي تدير هاد الاشياء هادو قليك ملي تدير هاد التخزين هادو وتكون عندك واحد شوية ديال المخزون ديال اللي انت سجلت ومشيت يدرتي هنا ما حددوش القانتيتي حددو الاشياء اللي انت تحتاج فهمتوا الفرق بيني وبينهم هنا كيفاش هما غاد يعرفوا القانتيتي لاش انا قلت لكم انا احسن منهم النظرية ديالي احسن منهم هنا قلت لك هما جي هاداك شي اللي خزنتي حاول توكله وتشوف واش غايك فيك اسبوع هنا يلاك فيك غير اسبوع ضيف عليه نفس الكمية اسبوعين ثلاثة اربعة على القيص اللي بغيتي داك اسبوعين ضيف عليه نفس الكمية المهم حتى تديك تفوت لك شهر فهمتوا هاد الشي هما اللي بغي يوصلوا ووصلوا ببعض طريقة ولكن طريقة ديالنا احنا ديالكم انتماتي اللي معايا في القناة طريقة اللي اعطيتها لكم ودائما غادي نبقى نقولها لانه صحيح المجهود ديالي كي سرقوه بزاف 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 سرقوه وانا زعما كين اتمنيت لو كانش نهارا غير يرسلو لي واحد الرسالة ديالشكر يقولوا هو الحاجة تحطت احنا بغينا يهزوها وبغينا تعلم الناس وبغينا الناس تعلمنا عندنا ولكن ماشي يجو يقولك واحد انا هدي فكرتي او هدي ديالي مهم معليناش هنا انتم احسن منهم متتبعات قناة خديجة الصحراوية احسن من النظرية ديال عادم سميث وديال هدا كنسا اسميتو بالتي نشوف اسمية ديالو ديال ميلتون فريدمان على فكرة ايهودي غربي المهم معليناش الله يحسن العن الجميع ان شاء الله ان شاء الله ينخلينا كاملين مسالمين في هدلكون ماعليناش غادي ماعرفت علش بشي تدبع فاش قلت احنا بعداك احنا را عنا ماعرف احنا فينا شوية العنصرية انا بعدولا ماعنصرية ولكن ماعرفت اكشي عنا احنا في العقل الباطني ماعليناش نرجع ورجع احنا شدي التراب شدي التراب دابا فهمتو شنا هي علشانا ساهل اللي بنات اللي كيجو كنشوف التعاليك كتجوها اللي بنات كيكتبها عهفة كوريني الطريقة وريني الطريقة مسكينة مايش غادي تكتب ليكم هي غادي تبقى تكتب ليك هالدرت هالدرت ناركا ويبقي تبعها العجينة تبعها الدريت وماكت جاوبة مسكينة هنا الله يحصل لعون عارفة لهذا عندكم الطريقة في القناة الديفتار الازرق الديفتار الازرق والله احتدري منه دهوبة اللي بغيتي تأثي دارك تدري علش هذك الديفتار الازرق هو الباسبور ديال الدار هو الكارت فيزا ديال الدار هو اللي كيتحكم ويلا عرفت له مزيان وكنت للا ومولاتي ويلا ما فهمتوا قولوا لي ما فهمنا الدفتار الازرق باش نفتحوا قدامكم ونجي نقولكم ها 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 بحلقة واني بكم راي نحبكم قاملين